بآخر كل خاطرة من هالخواطر عم نتأمل فيها أنا وإياكن عم بقلكون كلمة الله معك أو الله معكم كمان هايدي كلمة بنستعملها بالتحية الله معك إذا كنت قاعد عندي وبدك تفل شو بقلك الله معك بعدين اخترعوا كلمتين مهمة بس مش أهم من الله معك مثل إلى اللقاء يلي بيقبلها بالفرنسي أورفوار الله معك هايدي كلمة الله معك هالصيغة بالوداع بقلك بودعك بقلك الله معك شو يعني وداع شو يعني عم بودعك كلمة يمكن ما بننتبه لك كتير عم بودعك ما أنا قلتلك أهلا وسهلا يعني حملت مسؤوليتك طالما أنت معي وعندي وأنا سعيت أني أجعل من صباحك ومن مسيك خير ونور بس هلأ أنت فيلي وأنا محدود ما فيني طال كل المطارح وما فيني طال كل الساعات بس في حدا في طال كل المطارح في حدا في طال كل الساعات هو الله من هيك تودعك بقلك الله معك تودعك أول كلمة تودعك بقلك تاني كلمة الله معك تودعك تعرفوا كلمة تودع فيها كلمة وديعة يعني حطيتك وديعة بين إيدين الله اللي هو معك أنا صرت عنك بعيد بس هو منك قريب بوكله فيك بيستودعك بين إيدي أنا وعم بودع الآخر عم بقل له ما تخيف ما رح تكون وحدك بمشوارك صحيح أنا من أهلك بس مش قادر تكون معك بس ما تخيف ياللي جعلني أنا وإياك أهل معك عم بودعك يعني عم بسلمك لإلي أنا بالأساس سلمت وحياتي أقول لك الله معك الله يكون معك الله يرافقك فيا تمني وفيا تأكيد فيا صلاة وفيا أعلان عم بطلب من الله يكون معك كون عم برافقك وعم بقل لك إنه الله معك وإلا الله عم برافقك عم بطلب من الله يكون معك وعم بأكد لك إنه الله معك وعم بقل لك بالعمق إنه مرافقك الحقيقي هو الله لا أنا ولا غيري لأنه أنا محدود كتير أوقات من سمي لحظة الوداع لحظة الفراق وهذا صحيح لأنه كل واحد رايح المطرح لا اللي فادي قادر يكون بكل المطارح ولا البيئة بالبيت قادر يكون بكل المطارح صحيح لحظة فراق بس هي كمان لحظة لقاء لأنه الله اللي عم بطلب منه يكون معك الله اللي عم بأكد لك إنه معك كمان هو الله اللي عم بطلب منه يكون معي وقالله اللي عم بأكد لذاتي إنه معي فصحيح المسافات عم بتباعدنا بس تسليم ذاتنا للرب وتسليم اللي عم نودعه للرب هو اللي عم بيجمعنا وقالله معك شكراً لحظة لكم